بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان المتتاليات العددية للثالثة ثنوي شعب علمية رقم 21 أنصح به شعبة العلوم التجربية والتقنية الرياضي والرياضي وشعبة أتسير حيث قال إيلي آن متتالية معرفة على آن نجمة كما يلي إيلي واحد يساوي لنا واحد وإيلي آن زائد واحد لكل مربع يساوي لنا أربعة إيلي آن مع الحدود موجب تماما قال إحسب الحدود إيلي إثنان إيلي ثلاثة إيلي أربعة وإيلي خمسة يطلب كتابة هذه الحدود على الشكل إثناني هو ألف مع ألف عدد حقيقي قال فيلي آن متتالية عددية معرفة على آن نجمة كما يلي أن فيلي آن يساوي لنا لغة لتم إيلي آن ناقص لغة لتم أربعة قال ألف بين أن المتتالية فيلي آن هندسية معين أساسها وحدها الأول قال أكتب بدلالة آن عبارة الحد العام فيلي آن واستنتج عبارة إيلي آن بدلالة آن قال أحسب لميت إيلي آن لما آن يأول إلى الزائد من النهاية قال عين أصغر قيمة للعدد الطبيعي آن الذي يحقق إيلي آن أكبر تماما من ثلاثة فاصل ستة وتسعون إذا لننطلق على بركة الله في الحل المفصل نأتي إلى حساب الحدود إذا نكتب هنا حساب الحدود أولا ننطلق بإيلي إثنان قبل أن ننطلق بإيلي إثنان علينا أن نعود للعبارة التلاجعية التي تربط ما بين إيلي آن وإيلي آن زائد واحد لاحظوا ها هي أمامكم بما أن أولا قلنا أن إيلي آن هذه الحدود كلها مجابة هذا ماذا يعني أنه إذا نزعنا من هنا التربيع نضع الجذر فتصبح لنا إيلي آن زائد واحد يسوي لنا جذر ماذا؟ أربعة إيلي آن لكن الأربعة إذا خرجت تخرج من الجذر بإثنان تصبح لنا إيلي آن زائد واحد يسوي لنا إثنان في جذر إيلي آن دقيقوا أرجوكم إذن من خلال هذه العلاقة أبنائي سوف نقوم بحساب هذه الحدود المطلوبة ننطلق الآن بإيلي كم بإيلي إثنان كم نضع هنا أبنائي في هذا المكان حتى نتحصل على هذا المجموع كليا هو إثنان أكيد أعطي له واحد فأضع هنا واحد وأضع هنا واحد فماذا ينتج؟ ينتج لنا إيلي إثنان يسوي لنا إيلي إثنان في جذر إيلي واحد ها هو جذر إيلي واحد وهو واحد فأصبح لنا إيثنان إذن تذكروا أن إيلي إثنان تسوي لنا إيثنان يعني قوة واحد لأنه قال ألفا قوة واحد نأتي بعدها بعدما أنهينا مع الإيلي إثنان كم نعطي للآن هنا حتى نتحصل على إثنان على الثلاثة نضع هنا الإثنان ونضع هنا الإثنان فماذا ينتج؟ ينتج لنا إيلي ثلاثة يسوي لنا إيثنان في جذر إيلي إثنان هذه القمة سوف نضعها هنا تحت الجذر فتصبح لنا هي جذر إثنان لكن نحن نعلم أن الجذر في الأصل ما هو؟ هو قوة نصف فتصبح لنا إيلي يا ثلاثة يسوي لنا إيثنان في إيثنان قوة نصف هذه إحفاظها جيدا أن الجذر لهذا يسمى جذر تربيعي يعني إثنان إذن تربيع معناه أنه هذا في الأصل مكتوب هنا واحد على إثنان حتى تفهموا جيدا هنا في الأصل مكتوب أعفوا إثنان لاحظوا إذن الجذر التربيعي إذا إذا حول إلى الأس سوف يكتبوا هكذا فيصبح لنا إيلي ثلاثة يسوي لنا إيثنان قوة واحد في إيثنان قوة ماذا؟ قوة نصف الآن بما أن هذا الأساس يعني نفسه اللي هو الإثنان إثنان فتقول قاعدة جمع الأس سوف يصبح لنا إثنان قوة واحد زائد نصف نواحد هنا المقام وهنا المقام فتصبح لنا كام؟ تصبح لنا إثنان قوة ثلاثة على ماذا؟ على إثنان إيلي ثلاثة يسوي لنا إثنان قوة إثنان عفوا قوة ثلاثة على ماذا؟ على إثنان لم أفعل شيء أن الجذر إذا نزع لعدد يوضع قوة نصف نأتي الآن بعدها أبنائي إلى إي لأربعة كم نضع هنا؟ نضع ثلاثة وهنا الثلاثة فتصبح لنا إي لثلاثة وواحد وهي إي لأربعة يسوينا إثنان جذر ونأتي بهذه القيمة ونضعها في هذا الموضع لأننا قلنا ها هي إي لثلاثة إذن تصبح لنا ماذا؟ إثنان قوة ثلاثة على إثنان لكن إذا نزع قلنا هذا الجذر يوضع في مكانه ماذا؟ قوة نصف إذن نضع هنا قوة ماذا؟ قوة نصف ولكن تصبح لنا قوة القوة تساوي جدل قوتين هذه القوة تضرب هنا فتصبح لنا إي لأربعة يساوي إثنان في إثنان البسط في البسط والمقام في المقام ثلاثة على أربعة لكن هذا في أصله ما هو؟ مقام هو واحد الواحد في الأصل ما هو؟ هو أربعة على أربعة هو أربعة على أربعة 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 نصبح لنا إي لأربعة يساوي إثنان ونجمع الأسس فصبح لنا السبعة على ماذا؟ على أربعة إنها إي لأربعة نتركها هنا نأتي الآن إلى نفس الطريقة أبنائي إلى إي لخمسة كم نضع هنا؟ نضع هنا أربعة ونضع هنا أربعة فصبح لنا إي لواحد وأربعة لهي إي لخمسة يساوي إي لأثنان في الجدر إي لأربعة ها هي قيمته إذن بما أن هنا قيمته ماذا ينتج؟ إنتج لنا إثنان قوة السبعة على أربعة إذا نزع قلنا الجدر يعوض بقوة نصف إذن نعوض هنا بقوة واحد على إثنان القوة قوة القوة سيوجد القوتين هذا في هذا وهذا في هذا فيصبح لنا إي لخمسة يساوي إي لأثنان في إثنان وهذا يضرب في هذا وهذا في هذا تصبح لنا السبعة على ثمانية قلت على ثمانية لكن هذا مقامه كم؟ واحد يمكن أن نوحد له المقام تصبح لنا الثمانية على ثمانية ثمانية على ثمانية إنها واحد الآن نتيج إلى جمع الأسس تصبح لنا إي لخمسة أفوا إي لخمسة يساوي إثنان ونجمع هذا مع هذا كم تصبح لنا خمسة عشر على ماذا؟ على ثمانية إنه إذن إثنان قوة خمسة عشر على ثمانية إنها إي لخمسة وهذه هي قيم الألفة هذا وهذا 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 وهنا ألفة يسألنا واحد يا أبنائي فقط إنها الإجابة على هذه الأسئلة من هذا النوع نأتي بعدها أبنائي إلى السؤال للجزء الثاني قال في لئان متتالية عددية معرفة على النجمة كما يلي أعطيت لنا عبارتها بدلالة الـ لئان ها هي أمامكم لاحظوا نقطة نقطة أبنائي كي تتعلموا قال بين أن المتتالية في لئان هندسية إذن نكتب هنا البرهان أن في لئان هكذا بين قوسين متتالية كيف هي هندسية يطلب أساسها وحدها الأول نقول حتى تكون في لئان بين قوسين متتالية هندسية يجب أن ماذا يتحقق؟ يجب أن نلاحظوا في لئان زائد واحد يسوي لنا في لئان في كي هذا هو قاعدة البرهان على أنه متتالية متتالية هندسية يقول أحدكم ما المقصود بذلك؟ المقصود علينا أن ننطلق من كلمة في لئان زائد واحد يعني هنا هذه نجدها تسوي أن هذا العدد لهو في لئان لهو ها ونفسه في لئان مضروب في عدد حقيقي ذلك العدد هو الأساس تعالوا ننطلق إذن أولا ننطلق من في لئان زائد واحد فتقول القاعدة هنا نضيف زائد واحد وهنا نضيف زائد واحد فتصبح لنا في لئان زائد واحد يسوي لنا لغة لتما إي لئان زائد واحد ناقص لغة لتما هذا أربعة لم أفعل شيء لكن نحن نعلم أن لغة لتم A ناقص لغة لتم B مع A وب أعداد مجابة تمام يسوي لنا لغة لتم A على B مع A وب قلت أعداد مجابة تماما إذن هذا تصبح لنا في لئان زائد واحد يسوي لنا لغة لتم اي لئان زائد واحد على ماذا؟ على أربعة لأن قلنا كذلك أن إي لأن زائد واحد هذا عدد مجاب لأن قلنا ها هي كلمة حدودها مجابة لهذا يجوز وضعها تحت داخل اللغة التمية ركزوا جيدا أرجوكم نقطة نقطة أبنائي كي تتعلموا لكن نحن نملك شيئا آخر ألم أقول أن في إي لأن ها هي قيمتها ماذا تساوي لما قمنا بتبسيطها إذن سوف نأخذ هذه القيمة معنا لنبرهم بها هذه توضع يا أبنائي هذه القيمة هذه القيمة سوف نضعها في هذا الموضع ودائما أعيني على أن أجد هذه القيمة ليا في لأن مضربة في عدد حقيقي فأطبعنا في لأن زائد واحد يساوي لغة رتم ماذا لغة رتم إثنان في جذر إي لأن وهي قيمة إي لأن زائد واحد على أربعة كلهم تحت هكذا تصبح لنا في لأن زائد واحد يساوي لغة رتم الآن يمكن أن نختزل من هنا إثنان ومن هنا إثنان تصبح لنا جذر ماذا إي لأن على ماذا على إثنان لغة رتم أ على بي يساوي لغة رتم أ ناقص لغة رتم بي تصبح لأن كلاهما مجابان تصبح تساوي لغة رتم جذر إي لأن ناقص لغة رتم إثنان لكن الجذر قلنا ما هو في الأصل هو قوة نصف فتصبح لنا لغة رتم إي لأن هنا قوة نصف ليس القوة لهذه اللان إنما لغة رتم فقط ناقص لغة رتم ماذا إثنان هذا له الحق أن ينزل هنا لأن إي لأن قلنا قيم موجبة تماما تصبح لنا تساوي لنا واحد على إثنان في لغة رتم إي لأن ناقص لغة رتم إثنان وأعيني دائما هي على هذه العبارة مضروبة في عدد اسمه كي لاحظوا نقطة نقطة أبني كي نتعلم الآن سوف نكمل العمل لاحظوا نكتب في هذا الموضع دقيقوا أرجوكم إذن تصبح تساوي إذن في لأن زائد واحد يساوي الآن ننتبه أبنائي نقطة نقطة نحن ماذا قلنا قلنا إما أن نستخرج الآن النصف وكعام المشترك يقول أحدكم لماذا لأن هنا مضروبة في واحد وهنا مضروبة في نصف إذن ما الحل الوحيد إلا أن النصف سوف يخرج كعام المشترك فيصبح لنا واحد على اثنان يقول أحدكم لم أنتبه هذا واحد معامل هنا والمعامل هنا كم نصف إذن النصف هو الذي يستخرج كعام المشترك لما نستخرج لهذه ماذا يبقى؟ يبقى لكم هذا العدد إنه يبقى الذي بالداخل هو لغة رتم إليان لكن هذا في الأصل هل يوجد له النصف؟ لا ما رأيكم أن نضرب في اثنان ونقسم على اثنان ونستخرج النصف الذي نحتاجه فقط يقول أحدكم لم أفهم سوف أعيد أبنائي حتى تفهموا إذا عندنا هنا ناقص لغة رتمت قلنا اثنان ما رأيكم أن هذا في الأصل ما اكتبه وضرب في واحد وهو هذا ونستخرج هذه النصف وهذه النصف كعام المشترك ماذا يبقى لكم هنا؟ انظروا بقيت لكم ناقص اثنان لغة رتمة اثنان لكن هذا له الحق أن يصعد إلى هنا بقاعدة لغة رتمة فتصبح لنا في لئان زائد واحد يساوي واحد على اثنان في لغة رتمة اي لئان وهذا بما أنه يصعد هنا يصبح لنا ناقص لغة رتمة أربعة انظروا هذه القيمة انها في لئان فتصبح لنا في لئان زائد واحد يساوي لنا في لئان في العدد هذا لهو النصف هل توصلنا إلى التعريف؟ نعم إذن أصبحت هكذا في لئان زائد واحد يساوي لنا في لئان في كي ها هو الكي أمامكم نقول ومنه ماذا؟ ذي لئان متتالية هندسية أساسها كي يساوي لنا النصف وحدها الأول حدها الأول سوف نقوم الآن بالتعويض فقط يا أبنائي لاحظوا نقوم بحساب الحد الأول والآن أصبحت الأمور جد 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 بسيطة لاحظوا أبنائي نقطة نقطة كي نتعلم نتابع جيدا إذن حساب في لواحد لأنه قال آن نجمع يعني ننطلق من واحد نأتي بالعلاقة التي تربط ما بين الفي لئان والإي لئان ها هي أمامكم عوضوا الآن في مكان الآن بواحد عوضوا هنا بواحد وهنا بواحد تصبح لنا لغة لئة من إي لواحد إي لواحد ها هي قيماتها لاحظتم؟ إذن تصبح لنا في لواحد لغة لئة لواحد هي قلنا هي واحد ناقص لان أربعة هذا ذهب إلى الصفر لأنه معروف أن اللغة لئة لواحد هو الصفر فصبح لنا في لواحد يسوينا ناقص لغة لئة أربعة فقط يا أبنائي إنه الإجابة على هذا الجزء نأتي بعدها إلى أكتب بيدلالة آن عبارة في لئان بدلالة آن إذن نكتب هنا كتابة في لئان بدلالة آن يعني عبارة لحد دلالة آن إذن قلنا في لئان متتالية هندسية أساس هو كي يسوينا واحد على إثنان وحدها الأول يسوينا ناقص لغة لئة أربعة فصبح لنا في لئان يسوي لنا في لئة هو في الأصل هو في لئة بي في كي قوة آن ناقص بي هي من أين انطلقت من في لئة واحد صبح لنا في لئة آن يسوينا في لئة واحد في كي قوة آن ناقص واحد فيصبح لنا في لئة آن يسوي في لئة واحد هو ناقص لغة لئة أربعة في كي لهو نصف قوة آن ناقص واحد يمكن أن نجري هنا تغيير للكتابة فصبح لنا في لئة آن يسوي ناقص لغة لئة أربعة لكن هذا الكسر يصبح البسط له أسوه والمقام له أسوه قال كيف واحد يصبح لنا قوة آن ناقص واحد على إثنان قوة آن ناقص واحد لكن هذه الكتابة مهما كان الواحد مهما فعنا له يا أبنائي يبقى هو وهو واحد فماذا يحدث تصبح لنا الكتابة هاكذا وانتبهوا معي تصبح لنا فيلي آن يسوي لنا البسط في البسط والمقام في المقام تصبح لنا ناقص لان أربعة على ماذا؟ على إثنان قوة آن ناقص واحد إنها عبارة فيلي آن بدلالة آن بعدما أنهينا مع هذا السؤال سوف نأتي أبنائي إلى استنتج عبارة الإلي آن إذن نكتب هنا عنوان استنتاج عبارة ماذا؟ إلي آن بدلالة آن هنا ما علينا إلا أن نعود إلى نقول لدينا هذه العلاقة هذه هي العلاقة لدينا ونأتي نقطة نقطة أبنائي ونتعلم نتابع جيدا إذن لاحظوا جيدا نأتي نقول تصبح لنا فيلي آن يسوي لنا قلنا لغارة أ ناقص لغارة ب يسوي لنا لغارة أعلى ب تصبح لنا لغارة إلي آن على أربعة مثل ما تحدثنا في الأول تصبح لنا فيلي آن تسوي لنا لغارة إلي آن على أربعة يعني لغارة أ ناقص لغارة ب يسوي لنا لغارة أعلى ب ندخل الأسية على كل طرف سبحانا أسية يساوي لنا أسية اللغة لثم على أربعة عندنا خاصية ماذا تقول تقول أسية اللغة لثم مع أ قيمة مجبة يساوي لنا أ يعني يذهب هذا كليا وينزل العدد لوحده إذن هذه ماذا يدل أنه هذا كليا يذهب بالخاصية التي ذكرناها سبحانا أسية في لآن يتساوي إي لآن على أربعة نستعمل الآن جداء الطرفين في جداء الوسطين هذا في هذا يساوينا هذا في هذا فتصبح لنا ماذا تصبح لنا إي لآن يساوينا أربعة في أسية في لآن ننتبه نقطة نقطة أبنائي كي نتعلم الآن ماذا ينتج نأتي الآن بالفي لآن عندنا قيمتها ها هي أمامكم نأتي بها ونضعها في هذا الموضع لما نضعها في هذا الموضع تصبحنا هكذا إي لآن يساوي أربعة في أسية ماذا أبنائي لاحظوا الفي لآن إنها ناقص لغة لثم أربعة على إثنان قوة قلت ناقص واحد نجري الآن بعض التغييرات لكن ننتبه لأننا سوف نطبق خواص اللغة لثم والأسية فتصبحنا إي لآن يساوي أربعة في أسية لاحظوا أسية ناقص واحد على إثنان قوة آن ناقص واحد في لغة لثم ماذا لغة لثم أربعة لم أفعل شيء أعيد البسط في البسط والمقام في المقام نعود إلى أصل الكتابة لكن عندنا قاعدة إذا كان العدد مضروب في لغة لثم الله الحق أن يصاد إلى هنا فتصبحنا إي لآن يساوي لنا أربعة في أسية لان أربعة الكل قوة بما أننا قلت هذا العدد كله له الحق أن يصعد لكن إلى القوة تصبحنا ناقص واحد على إثنان قوة آن ناقص واحد هكذا أبنائي الآن سوف نعود إلى الكلمة التي قلت عليها وهي أسية لغة لثم أ يساوي لنا أ مع أ عدد موجب تماما إذن هذا سوف يزول نهائيا وينزل هذا إلى هنا تصبح لنا إي لآن يساوي أربعة في أربعة أس ماذا أس ناقص واحد على إثنان قوة آن ناقص وعفوا قلت ناقص واحد نكمل الآن أبنائي نقطة نقطة لاحظوا فماذا ينتج؟ ينتج لنا هذا الأمر الآن بما أن هذا أسه كم؟ أسه واحد فبما أن هذا نفس الأساس لهو الأربعة تقول قاعدة جمع الأسس فأصبح لنا إي لآن يساوي لنا أربعة قوة ماذا؟ قوة واحد ناقص واحد على إثنان قوة آن ناقص واحد إنها عبارة آن بدلالة آن فقط نأتي بعدها إلى أحسب لميت آن لما آن يؤل إلى زائد ما إذن نكتب هنا حساب لميت آن لما آن يؤل إلى زائد ما لما آن يؤل إلى زائد ما لنهاية أولا عندنا ماذا؟ عندنا لميت تابعوا جيدا لميت إثنان قوة آن ناقص واحد لما آن يؤل إلى زائد ما لنهاية هذه كم؟ لو تعوضوا هنا بالمالات تسبح لنا إثنان قوة ما لنهاية كم؟ إنها زائد ما لنهاية لكن هذه القيمة التي حسبناها يا أبنائي إنها تقع في المقام هذا ماذا يدل أنه لميت واحد على إثنان قوة آن ناقص واحد لما آن يؤل إلى زائد ما تسبح لكم كم؟ هذه قد حسبت كم؟ مالا نهاية يعني تسبح لكم هنا واحد على مالا نهاية واحد على مالا نهاية كم؟ إنه صفر حتى ولو وضعنا هنا الناقص تبقى لنا دائما صفر معنى هذه كم؟ هذه نهاية هذا العدد كم؟ صفر هذا ماذا يدل؟ يدل أن لميت إيه لآن لما آن يؤل إلى زائد ما لنهاية هذه ذهبت إلى الصفر فماذا تبقى لنا؟ تبقى لنا أربعة فقط لأن صبح لنا هذه النهاية إلى الصفر صبح لنا أربعة قوة كم؟ واحد وأربعة قوة واحد إنها أربعة ماذا يمكن أن نقول على هذه المتتلية؟ نقول ومنه إيه لآن متقاربة نحو ماذا؟ نحو العدد صفر عفوا نحو العدد أربعة أعتذر على العدد أربعة فقط يا أبنائي نأتي بعدها أبنائي إلى السؤال آخر لكن انتبهوا معي لأن فيه نوع من الحساب الدقيق قال عين أصغر قيمة للعدد آن التي تحق إذا نقول أصغر قيمة للعدد الطابعي آن حيث أعطيت لنا إيه لآن أكبر تماما من ثلاثة فاصل ستة وتسعون ننتبه نقول أولا لدينا إيه لآن ها هي قيمتها يا أبنائي إذا نأتي بهذه القيمة للإيه لآن ونجعلها أكبر تماما من ثلاثة فاصل ستة وتسعون الآن ما رأيكم بما أن هذه القيمة مجبة وهذه القيمة مجبة ندخل عليهم شيء اسمه اللغة لثمة ندخل من هنا لان وندخل من هنا لان لم أفعل شيء لكن بما أن هذه القيمة تقع في الأسفلها الحق هذه القيمة كما أعيد تنزل إلى هنا لأن اللغة لثمة أربعة عدد مجب هذا الأربعة عدد مجب إذا لما ينزل ماذا تصبح ركزوا سوف نقوم بمسحها من هذا المكان أو نكتبها أفضل تصبح لنا ماذا واحد ناقص واحد على اثنان قوة آن ناقص واحد أكبر عفوا في قلت فيه لغة لثم أربعة لأن هذا العدد هو الذي نزل إلى هنا أكبر تماما من لغة لثم ماذا ثلاثة لغة لثم ثلاثة قوة ثلاثة ستة وتسعون أعتذر هكذا بما أن هنا في فهذا له الحق أن ينزع من هذا المكان ويأتي إلى هذا المكان لبقاعدة في إذن ها هو قد ذهب ما رأيكم كذلك أبنائي لو أنقل هذا العدد إلى هنا فيصبح لنا هنا ناقص واحد ويحذف من هذا المكان ما رأيكم أبنائي كذلك عندنا هنا ناقص لو نضرب المتبينة في ناقص واحد وأقليبها يقول أحدكم كيف تصبح يا أستاذ تصبح لنا هكذا وهنا ناقص وهنا يصبح لنا زائد لم أفعل شيء إلا أنه من هذا المكان يحذف تقيقوا معي كذلك ما رأيكم أبنائي أن واحد على اثنان قوة آن ناقص واحد لو يصعد هذا العدد إلى البسط يغير إشارة قوته فأصبحنا اثنان قوة قلنا تغير إشارة القوة ناقص آن ناقص واحد يدخل هذا إلى هنا وإلى هنا تصبح لكم اثنان قوة واحد ناقص آن إذن سوف نحذفها من هنا ونكتب اثنان قوة واحد ناقص آن لأن العدد إذا انتقل من البسط إلى المقام أو العكس تغير إشارة قوته ليس إشارته الآن ما رأيكم أبنائي لو ندخل عليهم كلاهما ندخل عليهم اللغة رتمة لأنهما كلاهما أعداد مجابة هذا كذلك هذا العدد لو تقومون بحسابه سوف تجدونه مجاب ندخل من هنا لان وندخل من هنا سوف أقوم هنا بالمحي هكذا حتى تلاحظوا وندخل من هنا لان كليا هكذا لم أفعل شيء لكن هذا له الحق أن ينزل إلى هنا لما ينزل إلى هنا ماذا ينتج يا أبنائي ينتج لنا أن نصبح لنا آن واحد عفوا واحد ناقص آن وينزع من هذا المكان هكذا لكن بما أن هنا فيه هذا كذلك له الحق أن ينزل إلى لاحظوا إلى هنا لغة رتمة اثنان لكن نغير مكان الأقل هكذا وتصبح لنا واحد ناقص آن ما رأيكم كذلك أبنائي لو أنقل هذا الواحد إلى الطرف الآخر فيصبح لنا ناقص كم ناقص واحد ونحذفه من هذا المكان ما رأيكم أبنائي لو نضرب مرة أخرى نتابع الآن جيدا قلت نضرب في ناقص واحد ماذا يتغير أن المتابعين أولا سوف تتغير هكذا لاحظوا تتغير هكذا وهنا يصبح زائد وهنا ناقص وهنا زائد النظر ابنها في ناقص لاحظوا الآن أن أصبح أكبر تماما من هذه القيمة علينا أن نحسبها فنجد أن هذه القيمة يا أبنائي لما نحسبها تصبح تسون بالتقريب ماذا ثمانية فاصل ماذا واحد هكذا صيفر لاحظوا جيد يعني بالآلة الحاسبة ثمانية وسبعون إذن العدد الذي يكون عدد طابعي وأكبر تماما من ثمانية فاصل ما هو إلا أنه أن يكون أكبر أو يسون تسعة يعني يكون من تسعة فما فوق إذن قيمة حتى لأن يكون أكبر تماما من ثلاثة فاصل ستة وتسعون هو أن يكون أكبر من ماذا من أكبر أو يسون تسعة يعني ينطلق من تسعة فما فوق لا نقول دائما من تسعة لا من تسعة إلى فوق فقط يا أبنائي وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء أتمنى قنا استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم لا تنسونا بالدعاء لنا بالسحل لأن هذه الأيام جسمي قد تعب كثيرا جزاكم الله خيرا كما لا تنسوا الدعاء لروح أمي الطاهرة كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدنا باستمرار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته